الدار بودكاست يشخص بدقة الحالة التعاون الممتازة التي تسر اليوم بين ثلاثة عواصمة متقاربة جمعتها حوارات الثاريخ وها هي اليوم تعبر عمليا عن معنى التضافر والتآذر بين الثقافات والشعوب لرفع تحديات المستقبل شعار يالا فاموس الذي يجمع بين صيغتي التحفيز والتشجيع والانطلاق في اللغة المغربية والاسبانية والبرتغالية يجمع في الوقت نفسه بين ثلاثة إيرادات تقاطعت في لحظة من لحظات الثاريخ مرة أخرى من أجل تحقيق حلم قارة أفريقيا وتقريبها أكثر من نظيرتها الأوروبية وتأكيد إمكانيات العمل المشترك الهدف والمثمر وكذا من أجل تسجيل رسالة السلام والتعايش التي من المفترض أن تسود كل الاستحقاقات الرياضية الدورية وعلى رأسها كأس العالم لكرة القتل شعار ريالا فاموس لن يكون مجرد عبارة مكتوبة على لوحات الإشهار أو الأقمسة أو في شاشة وسائل الإعلام بل سيتحول خلال السبع سنوات المقبلة إلى لغة مشتركة بين البلدان الثلاث في الرباط والشبونة ومدريد قوام هذه اللغة وبناء الجسور الممتدة بين الثقافة الأوروبية التي تراكمت عبر قروم في شبه الجزيرة الإيبرية بعراقتها وثاريخها واكتشافاتها للعالم الجديد وبين الثقافة المغربية العربية الأمازيغية الإفريقية الغنية التي استطاعت أن تصهر عبر قرون من الوجود والنفوذ الكثير من مقاومات التنوع العرقي واللغوي والحضاري لتعطي تجريبة فريدة من نوعها يلخص مفهوم الاستناء المغربي هذا الاستناء هو نفسه الذي نتوقع جميعا أن نتابعه سنة 2030 عندما ستنطلق فعالية كأس العالم الاستناء المغربي سيتحول في الحقيقة إلى منجز مغربي إصباري برتغالي يؤكد أن بالإمكان تجاوز كل الخلافات وتخطي العقبات مهما كانت مؤلمة أو متجدرة أو مؤثرة من أجل إنزاز منذيال سيكون الأكثر تميزا في تاريخ المصابقة لأول مرة في تاريخ كأس العالم ستدور أطوار مصابقة كأس العالم في ثلاثة بلدان من قارتين مع إمكانية إجراء مباراة محدودة في قارة ثالثة أي في أمريكا اللاتينية في ثلاثة بلدان أخرى يلا راموس نحو الثألق والتمييث وترك بصمة ثاريخية ستنائية باعتبار أن المنديال الكروي والمصابقة الوحيدة تقريبا التي يتناسى فيها كل شعوب العالم ودوله خلافاتهم وصراعاتهم ليشاهد مباراة في كرة القدم تغدي ذلك الشغف الأسطوري الذي يسكن الجماهير في هذه المصابقة المنديالية يلتقي الأمريكي بالإيراني في مباراة من المباريات ويواجه الأرجنتيني نظيره الإنجليزي وتلعب منتخبات القوى الاستعمارية رد مستعماراتها السابقة بعيدا عن أي حسابات سياسية أو حساسيات طائفية أو عرقية ولعل ما سيميز كأس العالم 2030 بهذا الشعار الوحدوي المبدع وتنظيمه أيضا في ثلاثة بلدان تجسد هذا التنوع العرقية والثقافية والحضرية بامتياز وتظهر للعالم بكل منتخبته وفرقه وجماهله أن الثلاثم تحت لواء الرياضة وكرة القدم ممكن بل إنه قادر على تجاوز الاهداف الرياضية والاحتفالية وحدها ليحقق ما هو أعمق وأبقى من ذلك إنه يبني علاقات استراتيجية تتجاوز المصالح الظرفية والراهنة نحو تكريس أفاق واسعة من التعاون والاستثمار والعمل المشترى وهذا ما تجسده اليوم الحركية الهائلة التي تجري في رفتي المتوسط بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بما في ذلك الدينامية الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية غير المسبوقة لذا نقول وبدون تردد وبكل حماس يلا فاموس